السلام عليكم أجمعين أتمنى تكونوا باخر والاخر وصفة اليوم هي المربى ديال التفاح الصراحة اللي كيجي زوين بزاف حيث بزاف الناس كيقولوا أن التفاح ما كيجيش مربى ما كيعرفوش أن التفاح كيجي كمربى ولكن صدقوني أنه كيجي مربى خطير في المضاقة رائع غيخصكم تتبعوا معي المراحل وطريقة الاستعمال كيما كتشوفوا عندي هنا يتفاح قطعته قشرته وقطعته الطريفات وعندي هنا 1-4 ديال ليمونات حتى الخمسة على حسب الحجم أنا عندي 4 ديال ليمونات كبارين عندي هنا أي طرو ديال الماء والسكر كيما كتشوفون ومثما ممكن أنكم تستعملوا سندة في حالة لما كانوا السكر عندي هنا كيلو بالنسبة لبنات اللي عندهم التفاح وكان حامض شوية ممكن يستعملوا تا كيلو ونص دير السكر المهم أنا درت هنا حيث أنا عندي تفاح حلو باش ميجينيش حلو بزاف درت غي كيلو كيما كتشوفوا أول حاجة كان وضع ذاك السكر ديال لي وكان زيد عليه لما بالنسبة لبنات اللي عندهم كيما قلت لكم عندهم سندة بلا ما يديروا بلا ما يديروا هاد الخطوة هادي يوضعوا التفاح ديالهم على سندة نيشا يوضعوها في في الطنجرة أو في الإناء اللي يطيبوا فيه كيما كتشوفوا أنا عندي هنا سكر خليته تيدوب خليته غي واحد القسمين على مادة بليام زيان كنزيد عليه ذاك جوش كيلو ديال التفاح كيما كتشوفوا قطعتهم طريفات كنزيد عليهم ذاك جوش كيلو نتات تفاح كنزيد عليهم كدلك ذاك الحامض صراحة الحامض كيخلي كيخلي أن التفاح ما كيكحالش وكيخلي أنه يتفاح يبقى مدة طويلة وكيعطيه واحد البنة زوينة ذاك الليمون عفوا كيخلي كيعطيه واحد البنة زوينة بزافة البنات كيما كتشوفوا كان خلط هاد المكونات كنوضحهم على النار كانوا بلما تخليهم لا ليلة كاملة للتحاجة صافي نيشا كتطيبوه كتوضعوهم على النار أعلى ما كيطيبوه كيما كتشوفو أنا دب هنا يرى ما زال ما طاب ليم زيان المهم عاد بدا كيطيب راكم كتعرفو أن التفاح ما كيطلقش الماء ذاك شي علاش كنزيدو عليه طرو ديال الماء كيما كتشوفو ذاك الحبيبات متاع التفاح كيبقوا يهبطوا ما كتحسو بي أنهم هبطوا وما بقاوش قابطين ما قابطينش الحجم ديالهم صافي كتعرفو أن التفاح بداي طيب كيما كتشوفو عندي هذك المربعات ديال التفاح بقاو كيطيبو باش كتعرفو البنات أن التفاح طيب كيبقى ذاك تيبقى ذاك العسل دياله كيتقال ما كتبقاش يحسو أنه ما كيطلق واحد اللون كيما كنقولوه قهوي مغلوق كيطلق ذاك اللون هكا كيما كتشوفو دبا راه طاب ليا دبا تفاح كيما قلت لكم كيجيب حل لاسل باش تعرفو أنه طاب كيجيب حل لون ديال لاسل كيما كتشوفو كيالناس اللي ممكن أنه تطحنوا بالنسبة لكيبقوا ذاك المربعات ولكن أنا ما نصحكم صراحة تطحنوا باش ميجيكم الجاري بزاف أنا كنستعملوا غير هذي الفعاثة هذي ديال البطاطا كنبقى نفعس بها ذاك الحبيبات وكيتبزطو وكيجيو منهم فيهم ذاك الطريفات ومنها ذاك الطريفات صغير ورين ومنها أنها كيجي خاتر أحسن وبالنسبة لبناس راه ما تقولوش أنه هاد الماء هذا راه فيه تبقى وتخليوه يتقلى يتقلى حتى ينشف من الماء راه هو كي يبرد وهو كيتقال كما كتشوفو غير تحسوا بأنه وطلق هاد اللون هذا صافي قطفو البطاط وكتخليوه ليلة كاملة يبرد ولحسيتوا بأنه منين بردوا ولقيتوه أنه تقال بزاف زيدوه شوية دلماء وعلى ما يتقبط فيه واحد عشرة دقائق الغليا وطفوه للقيتوه عاوتاني عاوتاني خفيف بزاف كتديرهم فوق البطاط واحد عشرة دقائق وعلى ما يشرب وكتفوه كما كتشوفوه المهم أنه غير ما يتحرق لكمش بقوا تحرقهم زيان هذا أول أهم كما كتشوفوه منين كي يطب لي المربة ديالي كي يجي على هذا الشكل هذا كي يجي رائع على البناس كي يجي مهم ما تقيل ما خفيف وكي يجي في المنضاق رائع صدقوني كي يجي زوين بزاف حسن من حسن من شي فواكي وحتى أخرى اللي كتعتقدوا أنها زوينا هذي كي يجي رائع صدقوني كنت من الصراحة تجربوا هاد الوصفة وصردوا عليها لأنه كتستهل هاد الوصفة تجربوا وبالنسبة للبناس طريقة الاحتفاظ كي يجي في تلاجة هو أنك كتوضعيه في علبة معقامة في المسخون مزيان وكتخليها على ما كتنشف كتديري هذك المورة بادير كتحكميه مزيان بواحد الانيمينيوم كتديريه في تلاجة كي يبقى لمدة عام ونصف مزيان غيم كما قلت لكم حاولوا أنكم تقبطوا السكر مزيان لو صفاوت أبنوا معي ودعموني باللايكات ديالكم ولي كومنتر شكرا جزيلا على المشاهدة ديالكم